من جحيم ميليشيا سوريا الديمقراطية إلى جحيم الحكومة وميليشيات الحشد في العراق تمضي قوافل النازحين في رحلة مأساة جديدة تكتب سطورها بحبر الدمع والألم ممزوجا أحيانا بالدم سلطات بغداد تجري التحضيرات لاستجلاب عائلات من مخيم الهول في ريف الحسكة في سوريا وإخضاعها لاحتقال قسري في مخيم جدة خمسة جنوبي الموصل هذا ما أكدته منظمة هيومين رايتسووتش معتبرة أن هذا التصرف انتهاك صارخ لقوانين حقوق الإنسان العائلات المستجلبة من سوريا إلى العراق هي عائلات عراقية لجأت إلى سوريا هربا من المعارك الدائرة غربية العراق فاعتقلتها الميليشيات الكردية بشماعة صلة أبنائها مع عناصر تنظيم الدولة وجمعتها في مخيم الهول سيء الصيت في ظروف إنسانية قاسية أقلها التعذيب النفسي حكومة بغداد وبتنسيق مع الميليشيات الكردية كما يبدو قررت استجلاب تلك العائلات لا لإعادتها إلى بيوتها وإنما لاعتقالها داخل مخيمات محافظة نينوى من أجل ذلك قامت إدارة مخيم جادة خمسة بنقل 175 عائلة بشكل قصري إلى أقسام أخرى في المخيم لتفسح المجال للعائلات المعادة من سوريا مخيم الهول في شمال شرق سوريا يضم 30 ألف عراقي غالبيتهم العظمى نساء وأطفال لجأوا إلى سوريا بعد اشتداد المعارك بين تنظيم الدولة والقوات الحكومية وميليشيات الحشد واستقرت تلك العائلات في مناطق شرقي وشمال شرقي سوريا وبعد سيطرة الميليشيات الكردية على تلك المناطق اقتادت العائلات العراقية إلى مخيم الهول مع عائلات سورية أخرى إعادة تلك العوائل في ظل غياب الرقابة الدولية يعرضها لمخاطر كثيرة كأن تعاملها القوات الحكومية وميليشيات الحشد على أساس طائفي انتقامي أشد مما عانته في مخيم الهول لا سيما وأن الطرفين الميليشيات الكردية في سوريا والقوات الحكومية وميليشيات الحشد في العراق شريكان في تشريد وقتل مئات الآلاف من السوريين والعراقيين بخطط مرسومة في طهران وغطاء أو قل تغاض من أمريكا الرعية الرسمية لهذه المحرقة ترجمة نانسي قنقر